المدينة الجميلة المدينة ترطوس حبينا اليوم نرصد الواقع الخدمي للحبوب للمخابز. اليوم كيف عم يكون محصول القمح؟ كيف عم يكون آلية توزيع القمح على الصوامع؟ ولنحكي أكثر عن هموم مواطنين ترطوس وأيضا عن الجهود اللي عم تبذلها محافظة ترطوس بصرنا أكيد نرحب بالسيد حسان سليمان مدير فرع السورية للحبوب. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيكم ترطوس وأيضا بدي رحب بالسيد رامز سليمان مدير فرع السورية للمخابز في ترطوس. سهل صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيكم. نورتونا. بداية استاذ رامز خلينا نحكي عن واقع المخابز بطرطوس بشكل عام. هو الحقيقة نحنا في محافظة ترطوس. عنا 15 مخبز آلي. يعملون بنظامين. نظام الإدارة ونظام الإشراع. عنا 24 خط عامل ينتج مادة الخبز. نغطي حوالي 50 إلى 55 بالمية من حاجة المحافظة من مادة الخبز للإخوير المواطني. والحمد لله الوضع جيد جدا. المستلزمات الإنتاج متوفرة. ما في أي إشكالية. يعني كله تمام. الحمد لله. الله يعطيكم. الحمد لله دائما أكيد في جهود مضاعفة من قبل كم ومن محافظة ترطوس اليوم لتحسين أو رفع لنقول سوية الواقع وهموم المواطنين. يعني. خلينا نروح لعند حضرتك ونحكي اليوم. نحن وقت المنقول قمح. نحن عم نحكي محصول. عم نحكي اقتصاد. عم نحكي اكتفاء ذاتي قبل ما يكون عنا شي خارجي. خلنا نحكي اليوم عن محصول القمح بهذه السنة. كيف كان؟ ترطوس مثل أخوتها بخية المحافظات عم تعيش بهالأوقات. هاي عراس الحصاد واستلام الأقمح بالمراكز طبعا ترطوس فيها مركز اسمه مركز العنابية. خاص باستلام أقمح المزارعين في كل المحافظة. هناك أقبال كبير يعمل من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساءا الحمد لله رب العالمين سنوات الخير بدأت تطلع على سوريا من نافذة الزيتون من نافذة القمح من نافذة السياسة من كل النوافذ نحن نلمسوها اليوم ان شاء الله. خلينا نحكي استاذ رامز منرجع لعند حضرتك عن واقع عن آلية التوزيع عبر البطاقة الزكية وكيف عم يتم تسهيلات فيها؟ الأكيد بطاقة الزكية حلة تتير من المشاكل. يعني البطاقة الزكية قامت بتنظيم عملية التوزيع الخبز وبحفاظ لحق المواطن بالخبز يعني البطاقة الزكية مخصص للمواطن مخصصات في أي وقت بيروح لعند المعتمد موجودة مخصصاته من مادة الخبز أكيد هي عملية بالبداية صادفة شوية مشاكل وشوية أعبائيات ولكن الحمد لله تم تجاوز المسألة والآن أي مواطن بترطوف تصل مخصصاته كاملة بأريحية وبمنتهى البساطة وما في أي تعقيد بالعملية أبداً. وهلأ يعني الأمور بخير ومع في إزلحام أبداً ولا في أي مشكلة بتأمين مادة الخبز إن شاء الله سيد حسام نرجع لعندك شوي بلشنا باستلام موسم القمح نعم دعني نحكي عن الأجراءات المتخذين من قبلكم للاستلام وهل بلشتوا بالتسويق أو بعد يعني بعدكم بمرحلة الاستلام لا بدأ استلام الأقماح بمركز على العنابي ما في غير هذا المركز فقط؟ طبعاً هو مركز وحيد هو قريب على منطقة سهل عكار وهي الخزان السراتيجي المحافظة بالموضوع القمح طبعاً أريد أن تحدث بداية الأمر التخطيط الجيد هو الذي يخود إلى نتائج جيدة وهو بداية الإدارة فعندما يكون التخطيط وتوقع المشكلات التي ستحصل بمكانه نستطيع تلافي هذه الإشكاليات وهذا ما عمد عليه المركز من خلال فتح المركز مبكراً تجهيزه بشكل مبكر الحمد لله الموسم يمر بشكل سلس جداً ولا توجد أي عقبات أو أي مشاكل حالياً بالمركز نفع عفية بنا نرجع لعند الأستاذ رامز بنا نحكي عن عدد المخابز بطرطوس شو عدد المخابز وهل هي كافية بتغطي احتياجات كافة المناطق بالمحافظة؟ هل عدد المخابز بطرطوس 15 مخابز وهي حالياً كافية وما عنا أي اختناق أبداً طبعاً نحن بتوجيهات الوزارة بشكل دائم وبشكل مستمر ويومي شبه يومي بالحفاظ على جودة الخبز بجراء الصيانات الدورية لخطوط الإنتاج وما نقوم فيها بشكل دوري والحمد لله الأمور بقى لفخير وما عنا أي حالة اختناق على الإطلاق تأمين مادة الخبز هذا الشيء كثير مهم أكيد رشاة أكيد ما هي المادة الأساسية الأولى بحياة المواطن يعني مادة الخبز اليوم القطاعات يعني أنتوا في تشويك أكيد بين بعض لتقدروا تقدموا المنتج وتقدروا تكونوا بخطة التسويق بخطة حتى جمع المواسم خلنا نروح للفلاح وهو الشخص الأساسي بكل الشيء اللي عن نحكي يعني اليوم شو دور اتحاد الفلاحين ضمن موسم القمح يلعب اتحاد الفلاحين دور كبير في هذا الموضوع فهو الذي يدعم المزارع منذ بداية الزراع من خلال دعم تأمين الأسمية دعم تأمين البزار هي عملية متكاملة تقوم بها عدة مؤسسات من مدرية الزراع مؤسس تكسار البزار اتحاد الفلاحين المصرف الزراعي السوري للحبوب وصولا كمادي إلى القمح من ثم إلى مطاحن بعض المطاحن نزب إلى المخابز لصناعة الرغيف فهي مجموعة متكاملة من المؤسسات خلية كاملة تقوم بهذه العملية بتأمين وزارة الزراعة وصولا لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهدف طيب ولكن ببعض الأوقات كان في شكوى من قبل المزارع بارتفاع سعر البذار يعني اليوم نحلت هاي المشكلة يعني اليوم نحن بنعرف أنه الغلاء الاقتصادي هو عام ولكن اليوم نحن عم نحكي عن مادة أساسية عم نحكي عن أشخاصهم ركائز بالعمل يعني الفلاح المزارع اتحاد الفلاحين اليوم في خطط اليوم لحتى اليوم الوضع يناسب يعني إن كان بيئة الأسعار بالمواد الأولية ليه يقدر هذا الفلاح يشتغل ويزرع ويأنتج ويقدم اليوم للدولة طبعا الخطط لا توضع لحظة زمنية معينة الخططة توضع لمراحل كاملة مراحل زمنية سنوات لاحظنا من خلال السنوات الماضية ارتفاع تدريجي بأسعار القمح التي تسحرها الحكومة للمزارع هو ارتفاع عالمي كان أستاذ صحر بجزء منه ارتفاع عالمي وجزء منه دعم من الحكومة للفلاح بسوريا هذا الدعم يأتي ضمن سياسي ممنهجي تحصد النجاح الذي ترونه اليوم بمركز العنابية مثلا الإقبال الشديد على التسليم الأقماح للمزارعين الأمن الغذائي المتكامل توفر الدقيق بشكل كامل الخبز مؤمن وهو خط أحمر ولا يزال كل هذا من خلال هذا الدعم الذي يحصل في البداية أستاذ رامز نرجع لعند حضرتك بنا نحكي شوي عن معوقات العمل بالمخابس وعن اليد العاملة اليد العاملة كافية اليوم لتغطي هذه الاحتياجات وشو هي المعوقات اللي بتواجهها بين خلال عملكم يعني هاي أكيد الهم والاهتمام من اليد العاملة واليد العاملة الخبيرة يعني لأنه القبز صار صناها لأنه نحن ننتج كميات باليوم بدنا 200 طنطة دقيق وهالكمية الكبيرة بدنا ناس خبيرة تشتغل فيها الحقيقة عم نعاني عم نعاني من تأمين اليد العاملة الخبيرة وخاصة بظل هالظروف الصعبة طبعا عم نحاول نأمن ما نما نقصر الأكيد الأمور جيدة الحمد لله ولكن أكيد في نقص بالكادر شو السبب نقص بهذا الكادر طيب بحاجة لتأهيل الكوادر بشكل أكثر نحن أكيد اللي بتجيبه للفرن مو من أول يوم بيطلع معهم فيه يشتغل أو قادر ينتج الشيء المطلوب منه بده فترة لا يتأهل ولكن أستاذ ممكن يوم نحن بحاجة أيضا بجانب تأهيل الكوادر للأجر المادي يكون ناسب هذا التعب يعني اليوم قلة ليد العاملة كمان عم نربطها أيضا بسوق العمل أكيد أكيد هذا الحكي أكيد نحن تعرفين موصفين في الدولة بخاضعين النظام العاملين الأساسي بالدولة ورواتبنا محدودية بنفس السياق أستاذ حسان يوم العقبات موجودة بكل عمل إن كان بعملكون إن كان بعملنا إن كان بأي نشاط آخر خلنحكي اليوم عن العقبات عن المشكلات اليوم اللي ممكن نتأخر أي عمل أو أي خطة أنتوا اليوم حابين تشتغلوا فيها حقيقة عمستوى فرع السورية الحبوب بطرطوس فرع السورية الذي يشرف على عمل الصومة المرفعية على عمل مطحن الطرطوس على عمل مركز العنابية نعاني من مشاكل تتعلق بقدم الآلات والمعدات الموجودة في مطحن الطرطوس والتي هي بحاجة ليس فقط إلى صيانة مستمرة إن الصيانة هي تلعب جزء من نجاح العملية لكن جزء يتعلق بالتحديس هذه الآلات والتحديس نفسها المطحنة بأنظمتها الكاملة بأقسامها أقسام الطحن الصويل الأنظم البيئية الخاصة بالمطحنة كل هذا بحاجة إلى تطوير بمطحن الطرطوس هذا يسهم بإعطاء نوع من الراحة للعنصر البشر الذي يعمل 24 ساعة متواصلة بالمطحنة أو الصومعة ويخافف اليوم بخفف وقت بخفف جد بسنوات سابقة نحنا كنا بحصار على جميع القطاعات أكيد نالقطاعات جميع القطاعات الدولة ويمكن اليوم نحن حتى نصلح نجدد آلة بحاجة لقطع خارجية هل اليوم نالكن هذا الحصار ضمن القطاعين عملنا بالفترات السابقة بالاعتماد على الخبرات المحلية وهو خبرات أهل المطحنة أو أهل الصومعة نعم نحن بحاجة لإستيراد عدد من القطاع فيما يتعلق بالصومعة المفائية وإن شاء الله ستصل بموعدها وستعمل الصومعة وتعود لنشاطها المتجدد المطحنة الآن تعيش أيام جيدة جدا طاقة الطحنية تقارب الطاقة الطحنية التصميمية وذلك بفضل الصيانات الأخيرة طبعا الصيانة ليست فقط قطع تبديلية إنما نحن كنا بحاجة إلى الوقت لنجري هذه الصيانة كان فترات معينة عندنا حاجة للدقيق اليوم نحن الدقيق متوفر وبكميات كبيرة يمكن إجراء الصيانات بأريحي كامل أكيد وقت بده يكون في معاوقات بفرع السورية للحبوب أو بالمطاحن بده تكون هذا الشيء كمان مثل ما ذكرت رشا أنه في تشبيك بينكم وبين المخابز كمان بده يكون في معاوقات وقت تكون الأمور ميسرة عندكم كمان عندهم ده تكون ميسرة أستاذ رامز حكينا عن مخصصاتكم من وزارة التجارة هي كافية لألكم طبعا أكيد بالفترة الماضية كان في شوية عقبات بالنسبة لمادة الخبز يعني بيظل الظروف الرهين اللي عم تعيشها البلد لكن الحمد لله نحن المخصصات اللي مخصصتها الوزارة ما توصل كامل والجهد الكبير اللي بزلوه بالإدارة العام بالوزارة ما نقصنا أي مادة وتابعنا عملنا بشكل طبيعي أكيد من نسبة للحصار المفروض على البلد وللها الشعب المقاوم الحقيقة عانينا كتير بتأمين بعض القطاع الإدارة العام وبالوزارة ثلاثين حوالي تسعين بالمئة من هالعقدة والحمد لله الأمور تسير بالشكل المطلوب والجيد سيد حسان أدي عدد المراكز اليوم المؤهلة بمدينة طرطوس لشراء موسم القمح من الفلاحين لدينا مركز واحد فقط هو مركز العنابي هو نفسه جمع الحبوب الشراء لدينا آلية معينة لعمل بطرطوس المركز قريب من منطقة سهل عكار والحميدية وهي المناطق الرئيسية تسلم تقريبا 95% من إنتاجها من إنتاج المحافظة من القمح إلى هذا المركز يبقى 5% هي بالمناطق طرطوس الدركيش صافيتة وبانياس نعتمد على نظام الجمعيات التعاونية التي تقوم بجمع هذه المحاصيل ومثل ترسل سيارات السرير الحبوب لجلبها من أنا سؤالي كان عن مراكز جمع المحاصل نعتمد على جمعيات التعاونية التابعة على الاتحاد الفلاحيين تؤمن سرير الحبوب ما في اليوم خطة بديلة أن نكون نحن عنا بمدينة طرطوس يعني مراكز لتجميع هذه القمح إن شاء الله مع عمل الصومعة ومع عمل المركز العنابية كلاهما يعمل بشكل متكامل لن يكون هناك أي حاجة لأحداث شيء جديد بالمحافظة بدنا نتشكر حضوركم معنا وهي المعلومات القيمة وأكيد هاي مواضيع كتير مهمة يعني بتمس المواطن والأستاذ رامز سليمان كمان مدير فرع السورية للمخابز شكراً لو وجودكم معنا نورت صباحنا شكراً لكم أهلاً أكيدنا شكر وجودكم اليوم وشكراً لكل المجهود المفضول من قبلكم ومن قبل القطاع جميع القطاعات السورية ودائماً نحن نقول التشبيه كوضع الخطط الإسعافية البديلة ممكن تكون كفيلة ببعض الأحيان لإنقاذ بعض المشاكل ممكن تعترض عملكون شكراً لكم ونورت صباحنا شكراً لكم